أردت أن أشارك في هذه المنفقة هل سأتناول موضوع كلاسيتي ما هي إخبصصة المحكمة الدستورية؟ ما هي كلاسيتي؟ متقان اليوم موسوم بدور المحكمة الدستورية في الجزائر في حماية الحقوق والحريات حقيقة هذا الموضوع كما قلت يأخذ تمييزه من عدة جوانب تمييز الأول هذه المسألة لأن المحكمة الدستورية هي تعتبر مؤسسة دستورية مستحدثة لأول مرة في تاريخ الدولة الجزائرية يعني أنه سابقا كان يعرف معنا بالمجلس الدستوري يعني أنه في تعديل الدستوري 2020 اعتبرت المحكمة الدستورية كأول مؤسسة على أعلى هرم مؤسسات الدولة باعتبارها هيئة رقابية وعندها اختصاص أخرى في مجالة معينة نحن نحاول أن نعرض عليها هذه الميزة الأولى التي جعلتنا نعقد هذا الملتقى في الحقيقة هذا الملتقى يأتي ضمن سلسلة الملتقيات التي سطرت خلال هذا الموسم الجامعي من طرف كلية الحقوق والعلوم السياسية وهو ملتقى مرتبط بدور المحكمة الدستورية في حماية الحقوق والحريات في الجزائر هذا الملتقى يندرج ضمن الفلسفة العامة لكلية الحقوق وهو أننا دائما نحاول نشرك معنا الهيئات الرسمية في هذا النوع من الملتقيات لأن دور الباحث العلمي ودور الأستاذ ليس منحصرا فقط في تلك الدروس المحاضرة التي يلقيها على الطلبة بل يجب عليه أن يشارك في هكذا الملتقيات ومن ثم الخروج بتوصية هامة ومهمة تقدم دائما للهيئات الرسمية لكي تستفيد منها نحن الآن ننظم الملتقى الوطني الثاني والعشرون وأيضا كنا قد وصلنا خلال هذا الموسم إلى تنظيم الملتقى الدولي التاسع عشر وهذا عمل في الحقيقة عمل جبار طيلة هذه السنوات التي قام بها المخلصون وضوي الضمائر الحية لكلية الحقوق والعلوم السياسية وكل من لهم غيرة عن الكلية وكل من لهم غيرة عن جامعة الشهيد حمال أخطر بالواد ومن خلال هذه الفلسطة ومن خلال هذه النشاطات نحن دائما نأمل برقي جامعتنا لمصاف الجامعات